السلام عليكم يارب تكونوا بقى الف خير تعالوا بينا بقى نعمل كيك بحجم عائلي يا جماعة تحفة جدا وروعة وخفيف وسهل وهش كده زي ما احنا شايفين خف الريشة تبارك الرحمن خفيف جدا ومرتفع واخد ارتفاع حلو جدا ولون بقى خرافي طعم وريحة بريحة البرتقان تحفة حرفيا تعمليه بدون بيض وبدون حليب وما تشليش هم المكونات لان كلها متوفرة عندك في البيت وبقى قل تكلفة هتعملي صنية كيك بحجم عائلي تعملي بيها بقى فطار كده لتكسر الريتوني المخترف للفطار وتعملي كيك كده مع شاي بلبن او كمان تعمليها كده لو جالك ضيوف في دقايق معدود زي ما احنا شايفين كده حاجة روعة حرفيا تبارك الرحمن خفيف جدا جدا وقد ايه سهل بقى وبسيط وكمان لو عندك بنوتة صغنطوطة كده لسه بدأت دخل المطبخ تعملي كيك الروعة حرفيا ده هم حاجة نبدأ كده باسم الله نسمي الله ونصلي على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وقالي وصحبي وسلم تسليما كثيرا كمان لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتراك في القناة واللايك للفيديو ويلا بينا على بركة الله مكونات كلها عندك في المطبخ اوعي تقلقي من اي حاجة اتحداك تشوف المكونات وتقوم تنفذ الوصفة على طول اهم حاجة وحدة كوباية اللي هتشتغل بيها في بولا كده هبدأ اعمل معاكم مكونات السيلة حطيت كده في حدود كوباية وربع من السكر على حسب مدى حبك للسكر ولكن كان كوباية وربع ممتاز جدا على الصينية اللي احنا عملناها وهنا عصير برطقان مضروب في الخلاط هستخدم منه كوبايتين بالشكل ده تمام تلت اربع كوباية من الزيت يعني كوباية الا ربع من الزيت حطيت كده كل المكونات على بعضها بشكل بسيط جدا جدا يعني وهنا معلقتين كوبار من الخل وهي كمان ما ننساش فانيليا ان احنا مستخدمين نكهة البرطقان وكمان ما فيش بيض ولكن اساسي في الكيك الفانيليا عايز اقول لكم هنا ده ان ده روح البرطقان اللي بيتباع في المحلات الجاهز وبيتعامل به معظم الكيكات بتاعة الافران ممكن جدا تطفيه زي ما انا هضيفه كده لتعزيز اللون الكيكة تمام والنكهة بتاعتها وممكن جدا تستغني عنه لو مش متوفر عندك كل اللي انا هعمله دلوقتي هدوب كده السكر ويا عصير البرطقان اللي انا كنت عاملها ده ممكن تعملي الخطوة دي في الخلاط تعمليها كده بالمضرب السلك انا بس ببين لك مدى بساطة الوصفة بتاعتنا النهار ده تمام تمام طبعا لاني ما فيش بيض ولا حاجة فاحنا بس بل مجرد ان السكر بتاعنا يدوب تعالوا بقى نروح لاهم خطوة في الكيك وفي اي معجنات عموما اهم حاجة فيها ننخل الدقيق بتاعنا كويس وانا حبيت اجيب الخطوة دي معاكم عشان لو بتفوت من حد منكم اهمية ان احنا ننخل الكيك بيفتح الزرات بتاعت الكيك ويدخل جواه هوا ويخلي الكيك بتاعك هش جدا جدا تمام زي ما احنا شايفين كده تلات كبيات من الدقيق نحلتهم وكمان حطيت عليهم معلقة كبيرة من البكينج بودر معلقة كبيرة بما يعادل باكت من البكينج بودر زرة ملح ودي اساسي جدا في الكيك بتاعنا تمام قدي ايه بقى مكونات بسيطة والخطوات بسيطة تقدر تنفيذيها في اقل وقت ممكن عايز اقول لكم ان ده هنا اللي هو محسن الكيك الجيل كان متوفر عندي طبعا لاني كنت عاملة طرطة قريب في عميلاد ابني فحبيت ان انا اضيفه مش متوفر عندك استغني عنه تماما 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 الخل بيقوم بما يعادل ده ويخلي الكيكة بتاعتك هاشة ورطبة واهم حاجة كمان تكوني نخلة دقيقة هيخلي الكيكة هاشة ورطبة انا بس حبيت ان انا استخدمه عشان محبيتش ان انا ارميل انه طبعا هيقعد فترة مجرد ما لونه هيغير من الشفاف للابيض فهيكون فسد فهتخلص منه خطص فانا حبيت ان انا استخدمه فيش اي مشكلة تمام عندك بقى بالمضرب السلك اللي كنا شغالين بيه من شوية بتعملي الكيك بتاعك حابة تستخدمي مضرب كهربة زي براحتك المكونات دي كلها ممكن كمان تربيها كده بالمضرب السلك بتطلع تحفة جدا 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 وهيطلع هاشة وخفيف زي ما احنا شايفين حاجة كده تبارك الرحمن مشاء الله مشاء الله تحفة خدوا البالكو ان الخليط انا بحاول ان انا هقلبه علشان فيه دقيق طبعا انا بدأ بالدقيق الاول فيه دقيق هيكون ملتصر فيه جوانب الصينية فدي خطوة مهمة لازم انتاخدوا بالكم منها كويس جدا وخصوصا من المبتدئات حبيب الصغيرين اللي بيقولوا اللي احنا بننفذ وصفاتك ويبتثبت معانا جدا وبيتكون حلوة فلازم انتاخدوا بالكم من الحاجات اللي احنا شغالين فيها دي جبت كده المعلقة وهبدأ ان انا ألم الجوانب علشان كل الخليط بتاعي يكون نفس التجانس فيش فيه حبيبات مفيش فيه اي حاجة متكتلة مفيش فيه اي حاجة ايه مش مظبوطة خالص امشي على الخطوات وامشي على التعليمات اللي بقولك عليها هتاخدي احلى كيك روعة حرفية طبعا بقى كان فيه فترة كده من رمضان مفيش فيها يبنعمل حلويات كتير الا الكيك وكمان بعدها جاء العيد ومعملتش كيك فالواحد كان مشتقله جدا قررت كده ان انا قوم الصبح اعمل كيك هنا بقى ده طبعا بشره برطقانتين يبقى بيعزز القمة الغذائية ويعزز طعمه وريحة البرطقان ويجميل جدا جدا تمام خلاص كده في الوقت ده هبدأ اشغل الفرن بتاعي عشان لازم ان الكيك يدخل على فرن محمي مسبقة تمام هبدأ بقى كمان اجيب الصينية اديها تغليفة كده علشان الكيك مايلتصقش فيها تديها دهنة من الزيت ونبدأ ان احنا نغلف الصينية بعد ما عملناها بالزيت كويس جدا ومن الجوانب بعد كده هحط عليها دقيق علشان تكون متغلفة كويس جدا والكيك بتاعي مايلتصقش فيها تمام ممكن لو عندك زبدة مكعب زبدة بس ان انت تدهني بالصينية وما تستخدميش دقيق ولا اي حاجة تاني تمام كده بالشكل ده طريقة بسيطة اهو زي ما احنا شايفين وباقي الدقيق نتبقى في بواقي دقيق بننفضها كده ونتخلص منها تماما علشان ما تكتلش معانا في الكيك وتكون غير مرغوب فيها ولكن كده مظبوط جدا اهو هبدأ بقى صب الخليط بتاعي وزي ما احنا متفقين ان الفرن معايا شغلته لازم ان الكيك يدخل فرن محمي مسبقا على درجة حرارة 180 ما بشغلش الشوية من فوق لو الفرن بتاعك ما فيهوش مروحة وزي بتاعي كده في شوية لما بتشغليش الشوية خالص الا لما في الاخر خالص الكيك هتستوي لو حستي ان هي محتاجة لون من على الوش بنشغل الشوية على الهادي يا جماعة غير كده ممكن تحمر جدا وتكون واخدة لون موحد بدون ما تشغل الشوية طبعا كل واحد اضرب فرن في البتاجاز بتاعه او في الفرن اللي بيسوي به في الكيكة بتاعته فان شاء الله تصبط معاك اهم حاجة كده تسمي الله وانتي بدقة تشتغلي وتذكري تصلي على النبي كده وتذكري ربنا تطلع الحاجة من ايدك روعة حرفيا نطح فتعلوا بقى الكيكة بعد ما طلعت عايز اقولكم ان انا اصلا صبرت عليها ما بردت تماما وبطلعها كده شوفوا بقى ريشة ريشة حرفيا خفيفة اوي 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 هشة جدا حاجة كده ما شاء الله السمك والتماسك بتاعها وسمكها وارتفاعها حلوة اوي اوي تبارك الرحمن ما شاء الله شايفين بقى مفتاحة جدا من جوة ما فيهاش كده فقعات كبيرة لا تحسيها كده واخدة شكل موحد تبارك الرحمن طبعا شكل بقى باشر برطقان كده فيها ما شاء الله حلو جدا طبعا ما قدرتش اصبر لازما ادوء على طول سكر مزبوط يا جماعة جدا شايفين اللمعة اللي على وشها ده لان السكر مزبوط جدا وزيادة حبة صغيرين زي ما احنا شايفين كده تحفة شاء الله تعجبكم الوصفة جدا نتمنى تجربوها وتقولوا لي